السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزة طلبات وطالبات واولياء امور. الصف الاول الاعدادي. ان شاء الله انتابعين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة. كتاب جامب كتاب باي بت. كتاب المعاصر. فيديوهات موجودة على القناة. ان شاء الله هناخد مع بعض النهاردة. الاختبار رقم اربعتاشر. محافظة كنة من كتاب باي بت. بداية من صفحة تلتمية تمانية وتلاتين. اول سؤال معي خاصة بي الاستماع. استمع واختر تقول لكتو انصر الاجابة الصحيحة بيجيب لفقرة باستمع لها جيدا. ومن خلال معلومات اللي وردت عندها في الفقرة بابدأ اجاوب على الاربع سلزة اختيرة. ليس انتم اسمعوني كده الفقرة بتقول انا اسمه انا في الصف الاول الاعدادي. المدرسة بتاعتي آآ زهبت في رحلة. المدرسة زهبت في رحلة. آآ الى الاكسر. الاسبوع الماضي. هناك. انا زرت الكارنك. يعني زرت معبد الكارنك. كان رائع. اضيت هناك تلاتة يام. حايب نشوف كده الاسئلة اللي جات على الفقرة بيقول لي هنا. بتكون ايه? يعني طالبة. ولا ولا ممرضة. ولا ولا عالمة. ولا ولا مدرسة. طبعا هي بتكون ايه? طالبة في الفصل او الصف الاول الاعدادي. رقم اتنين. معبد الكارنك ازئن. بيكون في ايه كايرو? بيكون في القاهرة باريس في باريس. والاكسر في الاكسر. ولا لندن ولا في لندن. طبعا بيكون موجود في الاكسر. تالت حاجة بيقول لي هنا اقامت هناك لمدة كم يوم? تلاتة يام? تلاتة تلاتة تلاتين. طبعا هي اقامت هناك لمدة تلاتة يام. يبقى لمدة ايه? تلاتة يام تلاتة ايام. الصور رقم اربعة في الصفحة اللي قصدها بيقول لي هنا. معبد الكارنك اس بيكون بقى ايه? يعني مخيف. سيء وفضيع. ولا يعني حديث. ولا بيكون رائع. طبعا بيكون هنا ايه? اكمل الحوار التالي. جيب الحوار. شوف كده موضوع الحوار. اول صدر هنا معي بيوضح لي موضوع الحوار. بيدور كمان بيدور ما بين مين ومين. عمر ان احمد يعني يتحدث يعني قصة احمد اراها. تمام? هنا عمر واحمد بيدور ما بينهم الحوار. عمر بيقول هلو احمد اهلا يا احمد ماذا تفعل? هنا احمد رد عليه التحية هلو عمر اهلا يا عمر. وطبعا بيقول له ايه? احنا عرفنا ان هو بيقرأ قصة. تمام? ممكن نقول مسلا اي قصة مسلا نقول هنا ايه? آآ هو جايب لي عمر بيقول. ايه نوع القصة او هي في اي نوع من القصص? روبينسون كرزو دي من اي نوع من القصص? طبعا يبقى هيقول له انا بقرأ قصة لروبينسون كرزو يبقى ايه? انا اقرأ قصة تدعى او تسمى روبينسون كرزو. طيب هي من اي نوع من القصص احمد طبعا قال له ايه? طبعا دي قصة مغامرات يبقى دي قصة ايه? مغامرات. هنا عمر سألو سؤال احمد قال له هي ايه? ايه? ده بيكون بحار. هز شب السفينة بتاعته يعني غرقة السفينة بتاعته غرقة. ان اترابلستورم في عصفة سيئة. لبعا يبقى يقول له اصلا القصة دي بيتكلم او من هو روبينسون كرزو لانه بيقول له هو بيكون بحار يبقى من هو روبينسون كرزو? هو? از? روبينسون كرزو? من هو روبينسون كرزو? انه ده هو بحار وسفنته غرقة في عصفة شديدة او سيئة. امر قال له او دير عزيزي وسألو سؤال. احمد قال له هو عاش على جزيرة يعني جزيرة. لفترة من الوقت. بعد كده البحارين الاخرين بعد كده البحارين وجدوه ويرجعوه للبيت وتاني. تمام? يبقى هنا بيقول له ايه? ايه بقى اللي حصل بعد كده? ما هو بيقول له هو آآ بحار وسفنته غرقة في عصفة جديدة او سيئة? طبعا هو بقى حكى له بقيت القصة يبقى له طب يعني ماذا حدث لاحقا? او ايه التالي? ايه اللي حدث? ايه اللي حدث? يبقى ماذا حدث ايه? يعني ايه التالي اللي حصل? هنا عمر قال له بتحبي النوع ده من القصص? طبعا طالما هو بيقرأ النوع ده من القصص يبقى كده ان هو بيحبه هيقول له ايه? 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 اي دو. نعم انا افعل او انا احب. نعم. اي دو. قبل بعد كده الجزء الخاص بالقراءة فقرأ وعليها اسئلة. نقرأ مع بعض الفقرة بتقول لي هنا ايه? ذات يوم. كان فيه فلاح. عايش مع زوجته والاطفال في قرية مينيا. قرية قريبة من الايه? او قريبة من المينيا. عاشوا بسعادة وجذار مع بعض. هو قرر ان يبيع المعزة بتاعته. لذلك اذا ماركت راح للسوق. وباعها او مقابل يعني مقابل الف ونص من الجنيهات. يعني الف جنيه وخمسة وخمسة جنيه يبقى الف ونص من الجنيهات. هو كان خايف من الايه? هنا بمعنى اللصوص. كان خايف من اللصوص. لذلك وضع النقود في الايه? في السلة. هي هنا يقصد بها مين? يقصد بها الرجل اللي هو الايه? المزارع او الفلاح. وضعها على الايه? على ظهر الايه? يعني على ظهر الحمار بتاعه. تمام? في طريقه للبيت. قابل واحد من اصدقائه. ما شافوش من وقته طويل. هو طرق الحمار. وتكلم مع صديقه. بينما هم يتحدثون مع بعض. اثيف اللي هو اللص. ركد كده الحمار. تمام? جايب لي بعد جدا بيقول لي ايه? اول سؤال. الفلاح ده بيعيش فين? طبعا. يعني في يعني قرية. يعني بالقرب من المينيا. رقم اتنين. ليه بقى? المزارع او الفلاح ده راح للايه? راح للسوق. ايه السبب اللي خليه يروح يسوق? احنا عارفين ان هو كان عايز ايه? كان عايز يبيع المعزة بتاعته عشان كده هو زهب ليه السوق. تمام? احنا نقول لنا ايه? هنقول هنا. لكي سل يبيع عشان يبيع المعزة بتاعته. سوف الصفحة اللي بعدها. انا كده سورة رقم ثلاثة. طب ايه رأيك بقى في الايه? في الفلاح. تمام? هنقول هنا اعتقد ان هو مسلا ما كانش ايه? اه وايز يعني حكيم يبقى اعتقد اعتقد ايه? يعني اعتقد ايه? يعني ايه? حكيم. ممكن كمان نقول ايه? ممكن نقول هي? هي? هو لم يكن كرفل ما لم يكن حريس? انا بشكل ايه? بشكل كافي. سورة يعني باع المعز. بقد يبقى وان هندرد ففتي مية وخمسين وان ثاوزان ان فايف هندرد بونس وي ب الف وخمسمية ولا وان هندرد بوين فايف هندرد ففتي ولا ففتين بوين او ففتين ثاوزان بخمستاشر الف طبعا هو وباعها ب الف وخمسمية يبقى وان ثاوزان ان فايف هندرد. رقم خمسة هي ريفرس دو. عندي الضمير هي بيشير الى ايه? بيشير الى الفلاح ولا اللي هو اه صديق ولا اللي هو اللص ولا طبعا بيشير الى مين? الى اه الى الفلاح. رقم ستة من اللي خد النقود? تمام? طبعا مين? صديقه هو اللي خد النقود ولا الاطفال هما اللي خدوها هو اللي هو اللص ولا وايف الزوجة طبعا اللص هو اللي خد الايه? النقود. نجي بعد كده الجزء الخاص بالاختيرة. سؤال رقم واحد بيقول لي هنا. ممكن بقى تستمتع بالمنظر الطبيعي الجميل لاني لقات في بقى وذر اللي هو الطاقس ولا صنصد في غروب الشمس ولا السماء ولا عاصفة. تستمتع بقى بمنظر اللي بقى امتى? في وقت الغروب صنصد. رقم اتنين. هي ماشتريتش بيزا. هي صنعتها ايه? عايزين نقول هنا ضمير مناكس. عايزين نقول عملتها بنفسها. يورسلف الضمير المناكس من يو. themselves الضمير المناكس من هي. ماي سلف الضمير المناكس من اي. هيرسالب الضمير المناكس من شيب. هيرسالب. رقم تلاتة. حنا بنعيش على كوكب الايه? ده الطربة بتاعتنا وال đi desarrollo ده المحيط بتاعنا ولا بلايت ولا ده الكوكب بتاعنا ولا السبس ده الفضاء او الفره بتاعنا ده اللي هو الايه بلايت الكوكب بتاعنا. رقم اربعة بيقول لي اعلى جزء في المنزل اذا بيكون ايه بقى اللي هو قلب الطوب ولا روف اللي هو السقف جدا بتاع البيت يعني الحائط ولا هنا طبعا هو بيكون الايه السقف بتاع البيت اللي هو روف رقم خمسة اه اخويا وصل البيت يعني عشر ايه ضقائق عايز اقول هنا اللي بيجيلي في الماضي وفي الجيلي في اخر اللي بتدل على الماضي وفي اخر الجملة يعني منذ بس هنا في الماضي لس برضو ماضي يصطر دايب الامس طبعا بليتجيلي في الاخر وقبلها الفترة الزمنية اسمها منذ عشر دقائق رقم ستة بيقولي هنا لو طبيب الاسنان ده بيكون ايه بيكون شخص بيعتني باسنان لايه اسنان الناس هنا عايزين نقول الشخص الذي الاسم موصول معايا هنا ايه وطمة او ماذا هو كيفة وين متى هو الذي هنا بمعنى الذي يعتني باسنان الناس بعد كده رقم سبعة يعني احزر او احترس او كن حزرا يعني يركب دراجة يعني امن نارو اللي هو في شارع كده دي كويت في شارع هادئ لو في شارع ايه منخفض احترس وانت بتركب الدراجة في شارع ايه جايبلي هنا امن وضيق طبعا ما يكون الشارع ايه دي ايه نحترس واحنا سايقين رقم تونية نقط ايه بقى مصنوع من الايه كطن الايه الكطن ايه اللي مصنوع من الكطن طائرة بدون طيار ملعقة ايه ملعقة شاي ملعقة شاي اللي ايه طيارة اللي بتكون مصنوع من رقوطنا ايه كوشان الويسة ده رقم تسعة العديد من الايه من السياح جنوة للبحر الاحمر عشان يشوفوا السمك الايه الملون يبقى العديد من السياح بيزهبوا ايه اللي هو الانزلاق بالحبل للغطس تسلق الصخور ولا المشي طبعا بيزهبوا لي الغطس عشان يشوفوا السمك ملون بعد كده رقم عشر اي لايك مين وعلى لايه على اليسار يبقى انا بحب ايه اللي هي المعدة ولا بيدروم غرفة النوم ولا اللي هو الهيكل العزمي اللي هو المدخل انا بقى بحب المدخل بتاع المدرسة دي ده فيه ورد على اليمين والايه واليسار رقم واحد في تصحي الخطأ اذا بيانو تقدر تهزف على البيانو وقال ليس اي دو هو اصلا سألني كان يبقى يس اي كان او نو اي كانت يبقى يس اي كان اي يبقى بدل دو هتبقى كان رقم اتنين اي ام جو تو ترافل بايترين اي ام انا عايز اقول انا سوف اذهب بالقطار يبقى اي ومعها ام عايزين جونج وبعد انطلوا المصدر هتبقى بدل جو هتبقى جونج معنا سوف بعد جزء صفحة تلتمية واحد واربعين بيقول لي هنا رقم خمسة يو مصد رابش يجب عليك ان ترمي القمامة على الارضية لازم ترمي القمامة على الارضية مصد ولا مصد طبعا مصد رقم اربع صم بعض الهوادف المحمولة بتكون غالية عن التابلت بعض الهوادف المحمولة بتكون غالية كمان اغلى من التابلت تمام انا عندي هنا بكار المنبين موبل فونز اللي هوادف المحمولة وتابلت دي مقارنة وعندي ذان وعندي صفة طويلة الصفة الطويلة بجيب قبلها ياما مور او لس وبعد كده الصفة الطويلة وذان يبقى هنختار هنا ايه وهنكتب هنا ايه مور اخصار غالية عن من